مادة الفلسفة 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 تدريجي تدريجي بشوية بشوية مش كون يخليه يعرف روحه اكتساب تدريجي في علاقة بالغير شنو تستنتجه هنا؟ الوعي ليس مستقلاً بل في علاقة بالمختلف الآخرين يخلونا نعرف رواحه مثال انا نبدأ نحكي على روحي اضاي صابر وانتي بالطبع تخيل روحك عندي برشة كذب كذبه على روحي صابر اضاي عنده يقين بالذات يقين بالذات شمعناها؟ احساس احساس داخلي حول نفسي ونبدأ نتخيل انا ذكي انا عبخري انا جميل ماش في بالي انا مزيان وانا قوي وابدا تخيل كل حد عنده كذبه واحد يتخيل روحه ولد عائلة والاخر يتخيل روحه مزيان واحد يتخيل روحه عبخري هناك من يتخيل مثلاً انه معناها شخص له قيم يبدأ عنده احساس او شعور او حدث صحيح يا محمد علي ايش كون مش يقول لك الاحساس كاكا صحيح ولا غالب كي تمشي تعيش مع الناس هذي سيصابر كيبدا واحده طو اه اين عبطوه مع الناس تفضلي هذي سيصابر مع الناس طو هه وجاه سعلي وجاته بركية هاي بركية جاته وهاي حزية من غادي تغمز فيه هذي حزية من غادي تغمز فيه هذي حزية من غادي تغمز فيه طوه سيصابره باش نعرفوا حقيقته في علاقة بالناس مش يتكون له طوه حقيقة الذات ما عادش يقين حقيقة الذات مشي اساسه له حقيقة الذات هذي هو او هي حقيقة هي ما ندركه حول انفسنا وقتاش بعد تجربة افخين اكسبريانس بعد تجربة مع الاخر مثال انا جميل وقتان هنا كنت نعتقد اني انا مزيان هاي بالحمر نقطة الحمر ها كنتوا اعتقدوا انني جميل طوه نمشي للناس هاني جيت نحكي مع حزية ها هي حزية وهي قتلي ما نحبش نرتبط بكأن يشبه الديناسورات يا ابنيتي يهدي عايشو اختي ها والله حزية نحبك لا 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 ما نرتبطش بدينا سور راسك كل مثلث وانتي كل مربع وساقيك تقول بقايا الزمن ابعدني يا سيد شو اللي تاني نعتقد كنت نعتقد اني جميل فيك اكتشفت اللي اني قبيع ها وااا تقول لي لا حزية متعرفش تقيم ها يتفضل نمشي باش نشارك في المسابقة الوطنية للجمال ونلقى لجنة وطنية يترأسها أستاذ قاربك في السربون حاول علم الجمال قال لي تفضل شاسمك قلت له صابر بوزايدة قال لي مرحبا بيك شا تحب قلت له نحب نشارك في المصابقة الوطنية للجمال نحب نولي ملك جمال تونس قال لي بالنسبة للرخويات والزواحث والأشكال الغير واضحة الملامح بلاستها مش لنا ماذا بيك تمشي البلفدار بجنبق فصل قرودة تلقى قرد يشرف على المصابقة تعل فاصيلة متعكم ما لكنت نعتقد أني جميل خلاجنا الوطنية قالت لي انت قبيعة وسيصابر هذيه اتحول بموجب هالتجربة معها حيزية ومع اللجنة الوطنية إلى إدراك حقيقة نفسه فالإنسان لا يعرف ذاته ونمشي نشارك زلتوا أعتقدوا حينئذ أنني قوي أنا ضعيف هاي حقيقتي شكون قال هالي حقيقتي الآخرين في المصابقة الوطنية للملاكمة وقاتلي وهم آخر أنا ذكي أنا ذكي يا صابر يا ذكي يا صابر يا ذكي ونبدأ نبخر أصباح نمشي نشارك في المصابقة الوطنية للذكاة هابشي ننظموها لكم السناء نهار ثلاثة جوان إن شاء الله كل عام الدولة تنظم المصابقة الوطنية للذكاة في جميع الاختصاصات تفضل فاش قوي قوي في الأداب والتاريخ والجغرافيا واللغات والحضارات يلا باك قوي في الانفورماتيك باك انفو قوي في الاقتصاد والتصرف والإحصائيات تفضل باك اقتصاد والتصرف قوي في التقنية أنت باك تقنية تفضل قوي في الرياضة باك سبور تفضل قوي في التكنيك باك تكنيك قوي في المات باك مات قوي في السيانس ناتوريل باك السيانس ناتوريل وهبط نشارك فيه المسابقة الوطنية للذكاء اللي هي البكالوريا شاركوا 140 الف جاتر تيبي 141 بالطبع اسمي مكتوب بعد حراس المعاهد يشكروا فيهم هل ما زلتوا أعتقدوا حينئذ أنني ذكي نبدأ داخل للقهوة والسرفير يقول يا ذكي شنو نجيب لك وكل الناس جاي ذكي ما لشكون يقول لك أنت ذكي مش على الشمعة وقاعد في بيتكم أنا وفكر إذن أنا موجود هل الإنسان يتعرف على ذاته في تفكيره الشخصي أم في علاقته بالآخر هل نتعرف على ذواتنا في أن نفكر بأنفسنا كما يقول ديكارت أم في أن نخرج عن ذواتنا إلى الآخرين يقول ديكارت أخرج يقول ديكارت عد إلى نفسك إنه داخلك تكمن الحقيقة هيقل قال له غالط قال له الصحيح ونقوله أخرج من ذاتك إنه خارجك تكمن حقيقتك أنا نقري فيك وبنتي ييل تشرف لي على الجانب التقني ومرتي تجيب لي قهوة بأسجير واني نتبور وبعليهم وواحد منهم ترى يتكلم طوى خاطرين يننتج في المعرفة أنت تبور وبعليهم مدامك باك طفل باك بعد طيق قدرك راو في الدار تبور وبطلب قهوة وانتي تقر وطلب قهوة عاية على أختك كلمش باك والأخو شيخ يستغل الوضعية طفل باك تيح قدرك راو في الدار إذن نرجع للفكرة شي يقول ديكارت ديكارت تقول عد إلى نفسك إنه داخلك تكمن الحقيقة هيقل قال له جاك الغول يا بهلول هيقل قال له اخرج عن ذاتك إنه خارجك تكمن حقيقتك شو معناها؟ معناها كلما ذهبنا إلى الآخر وشاركنا في تجربة وانفتحنا على الغير إلا وتعرفنا على ذواتنا مالا كيف نكتشف ذواتنا؟ نكتشف ذواتنا عبر الخروج من اليقين بالذات الكذبات الأكاث بينهم على روحنا نحو اكتشاف نحو اكتشاف حقيقة الذات هذا الكل كيفاش نعبره عليه في كلمتين عس كيفاش نعبره عليه الإنسان يعيش شو صراعاً مع الآخر من أجل الاعتراف كيماني نتعارك معاكم طوا باش تقوله محلاه باش يصابر وقداش يفسر وانتي قاعد تصارع طوا باش تفتك اعتراف بيك كتلميذ جيد بمعدل جيد ان شاء الله وبعد مش تمد تصارع باش نعترفه بيك كإطار سامي أو كصاحب مؤسسة أو كقائد في ميدان من ميدان المعرفة والعلم ونحن نحاربه إذن الإنسان لا يولد إنساناً بل يصبح كذلك وكل العلاقات هي علاقات من أجل اكتساب الاعتراف حتى الحب نفسه ياسي محمد علي هو علاقة من أجل انتزاع قيمة هي قيمة الاعتراف لأن الإنسان اللي انت تحبه إذا كان هو ما يحبكش ما تنجى مش تواصل تحبه والدليل كي تخسر 3-4 سنين وانت تحب فيه إنسان وهو لا يستجيب ويحب فيه إنسان آخر ولا يهتم بسعيك وبتضحيتك وباهتمامك به يتحول حبك له إلى نقمة وما أخطر المحب حين يصبح كارها ينتقم من كل الأيام التي أحبك فيها ينتقم من كل الأيام التي أحبك فيها يقول جون بول سارتر سارتر هذا واخو جايس نوبل فيلسوف فرنسي يقول جون بول سارتر حبي لك ليس إلا محاولة لجعلك تحبني وما تحبنيش ما نحبكش وإذا كان ما تحبنيش ما نجامش نحبك فاشنوه الحبه واني نقدم لك رشوة نبدأ نحب فيك أنت تستجيب ما استجبتش معنا معناها تكرهني وما عجبتكش ونولي وقتها ندور عليك وما درتش عليك على الأقل نبد عليك إذن شي يولي عنا هنا يولي عنا سراع يعيشوه البشر حتى في العلاقة الحب فما سراع بين المحبين كل حد يحب يفرض نسق على الآخر سراع من أجل الاعتراف شو محلها الكلمة فلاحظة هني تتبدل للإنية نحن نمر من المعرفة كما قال سي ديكارت هدف ين أعرف نفسي ينقل قال له لا مش هدف المعرفة الهدف هو الاعتراف نحن نمر من المعرفة إلى الاعتراف وقال له الاعتراف أهم المعرفة لأن معرفتك لذاتك تنجم تطلعك غالط وتنجم تخليك في مجرد يقين كاذب أو إحساس كما صابر كان يعتقد أنه جميل الاعتراف هو ما يحصل بعد لقاء الآخر وقال ليش لا اعتراف إلا بعد تجربة أي من أجل انتزع قيمة وأثناء السراع تتشكل الإنية إذن الإنسان لا يولد إنسانا بل يصبح كذلك ما لا النية ليست معطاة هذا لهمك النية ليست معطاة بل هي اكتشاف يحصل بفضل الآخر ففي عدم وجود الآخر أنا لا أتعرف على نفسي والحج هنا أن الإنسان لا يوجد وحيدا في العالم ولنتخيل مثلا أنك في جزيرة تعيش منفردا هل تستطيع أن تتعرف على نفسك واحد عايش وحده في الجزيرة يعرف روحه لا يعرف لا أنثى لا ذكر لا يعرف لا يعرف له طويل له قصير خطر باش تعرف روحك طويل ولا قصير يزمك تمشي مع ناس وتقارن روحك لا يعرف روحه لا ذكي لا غبي إذن شنو يقول لنا هيكل يرحم والدي يقول عم هيكل النية ليست قدرا والإنسان لا يوجد ذاتا بل يصبح كذلك والنية لا تتشكل نهائيا ما للآن شنية الآن مشروع منفتح على المستقبل وأختار ما أكون وأنشد حريتي فالنية هي حريتي لأن هذك أهم قيمة نحارب من أجلها باش النجم نفهمها شنو نستنجو بالدرس بكل ما لابديناه لليوم أن هناك منهجين في فهم الذات منهج ميتافيزيقي يقوم على الثبات ومنهج تاريخي يقوم على التغير والارتباط بالواقع والإنفتاح في المنهج الميتافيزيقي رينا أفلاتون وابن سينا وديكارت واحد قال قيمة النفس عمك أفلاتون واعتبر الجسد عائق وابن سينا قال للإنسان نفس واعتبر الجسد مجرد آدات وديكارت قال للإنسان نفس وقدرة على التفكير والوعي واحصر الإنية في الوعي وجعل الجسد مجرد موضوع أو شيء من أشياء العالم رغم الترفيع نسبيا في قيمته جاء بعد المنهج التاريخي واعطاء قيمة جديدة للإنية مع ميرلو بونتي ومن زاوية فينومونولوجية صرنا نعتقد أن الإنسان هو جسده وهو متجذر في عالمه ويقيم علاقات عديدة مع العالم وتحولنا من مفهوم الجسد الموضوعي إلى مفهوم الجسد الخاص إذ أنا جسدي وجسدي هو ما به أكون بعد جنى ماركس ألا قال أن الإنسان يتشكل في التاريخ وأن الظرف الاقتصادي والاجتماعي هو الذي يحدد الإنسان وأن الإنسان ظاهرة اقتصادية واجتماعية فليس وعي الناس هو الذي يحدد وجودهم بل إن وجودهم الاقتصادي والاجتماعي هو الذي يحدد وعيهم بعد جيف ريد أكدنا على قيمة اللاوعي وأن الإنسان ليس سيدا حتى في بيتهين وأن الإنسان يحركه اللاشعور هذا اللاشعور الذي هو المجموع الديناميكي للرغبات المكبوتة والذكريات المنسية والتي لا تتجلى بشكل مباشر في مستوى الوعي بل بشكل غير مباشر مثل الحلم والرسم والنحط والموسيقى والمهن والفنون إلى آخره وتبين مع فريد أن الإنسان ليس سيدا على ذاته وأن الإنسان محدود باللاوعي وأن اللاوعي هو ما يشكل النيتي ثم بينا قيمة الآخر مع هيجل نجم زادة تخدمه بصار تركي ما تحب المهم هو أن الآخر يشكل النيتي وهو ما يسمح لي بمعرفتي لنفسي بمعنى أنني لا أدرك ذاتي إلا ما تعترف الآخر لي بما أكون بعد تجربة وبعد لقاء المختلف وبعد الإنغيماس في التاريخ كل هذه الفلسفات تؤكدون أن النيتي منفتحة على القير وأن النيتي مشروعة ترجمة نانسي قنقر